حدور رسمي وفصائلي حاشد أوقدت حركة فتح إقليم قلقيليا شعلة الانطلاقة التاسعة والخمسين إذانا ببدء مرحلة جديدة من النضال الوطني في سبيل الحرية والخلاص من الاحتلال نحن ندين بشدة وبأشد العبارات هذا العدوان الإجرامي على شعبنا الفلسطيني وهذه الحرب حرب الإبادة في قطاع غزة والضفة والقدس والداخل الفلسطيني وفي كل مكان ونطالب بوقف هذا العدوان فورا والمجتمع الدولي أن يقف أمام مسؤولياته وأن يخرج من عبائته وأن يصح من غفوته ومن صمته ليقول كلمة الفصل وليمارس الضغط المطلوب على الجانب الإسرائيلي 59 عاما وما زالت الثورة الفلسطينية مستمرة في وجه الاحتلال وظلمه المتواصل حيث تؤكد حركة فتح على أن جرائم الإبادة والتدمير في قطاع غزة واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة لن تكون إلا حافزا لاستمرار مشروع الدولة المستقلة فتح تعيد اليوم اتقاد شعلة كفاحها أولا لأجل إرادة هذا الشعب هذا الشعب وهذا الدم النازف في غزة وهذه الحرب الإبادة التي يخوضها هذا الاحتلال فتح هي التي ستتصدى هذا عهدها كما كانت دوما أن تنتصر لإرادة هذا الشعب وأن تؤسس لهذه الدولة القادمة حتما لا محالة جماهير قلقيليا أبرقت رسائل دعم ومساندة لأهلنا في قطاع غزة وسط مطالبات بوقف الحرب الظالمة على أبناء شعبنا فيما ألغت الحركة كافة مراسم إحياء ذكرى الانطلاق حدادا على أرواح شهداء الوطن لتلفزيون فلسطين أنا للجدع قلقيليا ترجمة نانسي قنقر